علقت إجراءات تخفيف ديون اليونان التي منحتها منطقة اليورو لأثينا في مطلع كانون الأول ديسمبر التعليق جاء بعد إعلان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تيبراس عن إجراءات اجتماعية جديدة لمساعدة اليونانيين الأكثر تضررا من الأزمة هذا التوزيع الاجتماعي للفائض في الميزانية هو أقل ما يمكن أن نقوم به لأولئك الذين ومنذ عام 2010 وهم يعانون من تخفيضات متتالية لمعاشاتهم التقعودية وتدهور ملحوظ في ظروف حياتهم المعيشية وتضمنت إجراءة تيبراس إعادة العمل بالراتب الثالث عشر السنوي لبعض المتقاعدين وإرجاء رفع الضريبة على القيمة المضافة يوشار لأنه فور صدور إعلان مجموعة اليورو بتعليق إجراءة تخفيف ديون اليونان سجلت برصة أثينا خسائر بأكثر من 3%